السلام عليكم أعزائي طلاب الصف الحادي عشر علمي مع موعدنا المتجدد للدروس المصورة لمادة الكيمياء ومراجعة اختبارات نهاية الفصل الأول الجزء الثالث أهداف الدرس أولا يستنتج أشكال الجزيئات وزوايا الارتباط باستخدام نظرية إلكترونات التكافؤ ثانيا يحدد نوع التهجين بين المدارات الفرعية S و P لبعض الظرات في بعض المركبات ثالثا يحدد نوع القوى البينية بين الجزيئات المختلفة حسب نوعها وكيفية ارتبطها رابعا يربط الخصائص الفيزيائية للمواد بنوع القوى البلجزيئية البينية المؤثرة خامسا يصف تأثير الرابط الهايدروجينية في خصائص بعض المواد أولا اختر الإجابة الصحيحة واحد كم عدد الأفلاك الذرية المهجنة وغير المهجنة الناتجة في نوع التهجين S P 2 أربعة أفلاك مهجنة فقط فلكين مهجنين ونظار غير مهجن فلكين مهجنين وفلكين غير مهجنين ثلاثة أفلاك مهجنة وفلك غير مهجن بما أن التهجين S P 2 إذن أحسنتم ثلاثة أفلاك مهجنة وفلك غير مهجن السؤال الثاني ما نوع تهجين ذرات الكربون في الجزء المجاور؟ لاحظ معي عزيز الطالب يوجد أرقام على ذرات الكربون في هذا المركب وأنه الرابط بين ذرة الكربون رقم 1 ورقم 2 أحادية وبين ذرة الكربون رقم 2 ورقم 3 ثنائية إذن الشكل الصحيح أو أنواع التهجين الصحيحة المناسبة لترتيب ذرات الكربون هو أحسنتم C فذرة الكربون رقم 2 ورقم 3 بينهم رابطة ثنائية تساهمية ثنائية إذن التهجين في كل منهما S P 2 ولكن ذرة الكربون رقم 1 لا يوجد عندها أي رابط ثنائية أو ثلاثية إذن فالتهجين عندها S P 3 السؤال الثالث أي الأشكال الآتية يمثل الشكل الهندسي لجزء الفورمالضهايد H C H O A B C و D أيهم هي الإجابة الصحيحة رحب معي عزيزي الطالب عدد المناطق السالبة حول الضرة المركزية يوجد ثلاثة مجالات إلكترونية أو مناطق سالبة حول ضرة الكربون إذن الإجابة الصحيحة هي أحسنتم B ولكن لاحظ ما يا عزيزي الطالب الشكل B يوجد رابطتان تساهميتان أحاديتان ويوجد أيضا رابطة تساهمية ثنائية كما بالشكل سؤال الرابع ما قيمت زاوية الربط في جزء النشادر NH3 لاحظ معي عزيزي الطالب تركيب لويس لجزء النشادر والشكل الفراغي لجزء النشادر هذا الشكل يذكرك بأن الزاوية هي أحسنتم 107 درجات السؤال الخامس أي المركبات الآتية يمكن أن يكون رابطة هيدروجينية لاحظ عزيزي الطالب أن وجود رابطة هيدروجينية تطلب أحسنتم N أو O أو F أي ضرة نيتروجين أو أكسجين أو فلور مرتبطة بضرة هيدروجين ارتباط مباشر أي هذه المركبات ينطبق على هذا الشرط أحسنتم HF السؤال السادس أي الخصائص الآتية التي تجعل قطرات الماء في شكل كاروين قصية الشعرية التوتر السطحي التماسك والطلاصق أو القطبية قطرات الماء في شكل كاروين إذن أحسنتم التوتر السطحي ما نوع القول بينية التي توجب بين جزئات رابع كولوريد الميثان CCL4 ثنائي قط بثنائي قط رابطة هيدروجينية لندن التشتتية أم أيونية لما أن المركب هو رابع كوليد الميثان CCL4 إذن الجزئ متماثل فراغيا إذن فهو جزئ أحسنتم غير قطبي إذن فقوة ترابط بين جزئاته هي بالفعل لندن التشتتية سؤال 4 صفحة 104 ما سبب وجود ذرات الهايدروجين الأربع عند الزوايا الأربع في الميثان الرباعي الأوجه هل السبب هو أنه هذا هو أبسط شكله بأربعة أوجه هم السبب وجود أربعة زوايا متساوية تبلغ كل منها 109 درجات أم أن الرباعي الأوجه يمتالك أعلى نسبة بين السطح والحجم أم أن هذا التركيب يرتب أزواج الإلكترونات متباعدة قدر الإمكان مع الحفاظ على المسافة بينها وبين النواة نفسها ما هي الإجابة الصحيحة رباعي الأوجه إذن أحسنتم هذا هو التركيب الذي يرتب أزواج الإلكترونات المتباعدة قدر الإمكان مع الحفاظ على المسافات بينها وبين النواة نفسها ثانيا الأسئلة المقالية أكمل الجدول الآتي مستعينا بالمركب المجاور لاحظ معي عزيزي الطالب هذا المركب ثم أكمل الجدول رقم الظرة رقم ذرة الكربون الأولى ما نوع التهجين عند ذرة الكربون الأولى؟ أحسنتم SP3 لأنها تكون أربعة روابط تساهمية أحدية إذن فالشكل الفراغي هو بالفعل هرم رباعي الأوجه وقيمة الزاوية مئة وتسعة ونصف درجة عدد الأزواج الحرة من الإلكترونات بالفعل لا يوجد أي أزواج إلكترونية حرة درة الكربون الثانية رقم اثنان نوع التهجين هو SP2 الشكل الفراغي مثلث مسطح بالفعل SP2 لوجود رابطة تساهمية ثنائية ويكون الشكل الفراغي مثلث مسطح إذن فقيمة الزاوية أحسنت 120 درجة وعدد الأزواج الحرة لا يوجد أي أزواج حرة ذرة النيتروجين نوع التهجين SP3 الشكل لها فراغي أو الشكل الهندسي هرم ثلاثي قيمة الزاوية 107 درجات عدد الأزواج الحرة كما نرى في الصورة يوجد زوج إلكتروني واحد حر إدرس المركب المجاور 2 بروبانول وهو مركب طبي يستخدم في التعقيم هل هذا المركب يعتبر قطبي؟ فاسر إجابتك نرسم الصيغة البنائية لهذا المركب أولا 2 بروبانول لاحظ معي عزيز الطالب أن الرابطتان C-O و H-O رابطتان تساهميتان قطبيتان والجزيء ليس متماثل فراغيا لذلك فهو جزيء قطبي لأنه يحتوي على روابط قطبية ولا يحتوي على تماثل من شأنه أن يتسبب في إلغاء ثناء القط قارن بين جزيء الماء وجزيء ثاني أكسيد الكربون في الجدول الآتي جزيء الماء التهجين في جزيء الماء SP3 بينما في ثاني أكسيد الكربون SP الشكل الهندسي للماء منحني أما لثاني أكسيد الكربون فهو خطي قيمة الزوايا مئة واربعة ونصف في الماء ومئة وثمانون في ثاني أكسيد الكربون قطبية الجزيء الماء قطبي بينما الثاني أكسيد الكربون غير قطبي نظرا لتماثل الشكل الفراغي صف كيف يمكن أن تحدد الأفلاك الجزيئية روابط سيجما وبي المتعلقة بالروابط الأحادية والثنائية والثلاثية فالرابط الأحادية هي رابط سيجما في حين تمتلك الرابط الثنائية رابط سيجما وحدة ورابط باي وحدة أما الرابط الثلاثية فتمتلك رابط سيجما واحدة ورابطتين باي سؤال كم رابط سيجما وكم رابط باي في الروابط بين ذرتين النيتروجين في جزيء النيتروجين انتو أحسنتم النيتروجين يحتوي رابط التساهمية الثلاثية إذن رابط سيجما واحدة ورابطتين باي للماء كتلة مولية مقدارها 18 جرام لكل مول ودرجة انصهار 0 درجة سليزيس وللميثان كتلة مولية مقدارها 16 جرام لكل مول ودرجة انصهار سالب 182.5 درجة سليزيس لما تتباين درجة انصهارهما بشكل كبير؟ بالرغم من ان كتلتيهما الموليتين متقاربتان ما السبب؟ احسنتم جزيئات الماء قطبية وتشكل روابط هيدروجينية مع اربع جزيئات ماء مجورة اما جزيئات الميثان فهي جزيئات غير قطبية وبالتالي تربط بينها قوى لندن التشتتية الاضعف من الروابط الهايدروجينية سؤال اشرح معنى المصطلح ثناء القطب واعطي مثالا عليه تنجزي بالجزيئات القطبية الى بعضها البعض وكأنها مغناطيس ذو قطبين وذلك بسبب التوزيع غير متكافئ لشحناتها فيتولد ثناء القطب وذلك لوجود شحنات متضادة ولكنها متساوية في الشدة تفصل بينهما مسافات قصيرة مثل الشحنات المتكونة على الرابط بين الهايدروجين والكلور قطبية في جزيئ كلوريد الهايدروجين حيث يحدث تجازب بين الشحنات الجزئية السالبة والشحنات الجزئية الموجبة في الجزئيئات المجاورة حدد اي من المركبات ادنى يكون روابط هيدروجينية ثم فسر لماذا لا تكون للمركبات الاخرى رابط هيدروجينية أولا H-C-N لا يشكل روابط هيدروجينية لعدم ارتباط الهايدروجين بضرة ذاتة سالبية كهربية عالية مثل النيتروجين بشكل مباشر اي لا يرتبط N مع H بشكل مباشر المركب الثاني CH-3 NH-2 ترتبط جزيئاته بروابط هيدروجينية لأن الرابطة NH رابطة قطبية وينجزب اي من الهايدروجين الى ذرة النيتروجين ذات السالبية الكهربية العالية سؤال ما الفرق بين القوى ثناء القط الدائمة والقوى ثناء القط اللحظية كتلك التي تؤدي الى تكوين قوى لندن التشتتية ما الفرق بينهما؟ احسنتم يتكون ثناء القط الدائم نتيجة وجود روابط تساهمية قطبية ولكن يكون ثناء القط اللحظي اضعف ويتكون نتيجة حركة الالكترون العشوائية حول النواة في احدى الظرتين وبذلك قد يصبح توزيع هذه الالكترونات في اي لحظة غير متساون اشرح باستخدام الرسم مدى اهمية الرابطة الهايدروجينية بتركيب جزيء الحمد النووي واستنساخ الاجابة يحتوي جزيء الحمد النووي على ازواج قاعدية على طول مركز الـ DNA حيث يعتمد تركيب الحمد النووي على الروابط الهايدروجينية التي تربط بين الجزيئات المكونة للحمد النووي لاحظ معي الصورة الآتية هذا التركيب لجزيء الحمد النووي DNA يتيح له ان ينفصل بوساطة عملية الفك على طول الروابط الهايدروجينية وبعد عملية تكرار شريطي الحمد النووي يعودان ليرتبط معا من جديد مع أطيب تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق ترجمة نانسي قنقر